ننتقل إلى صحيفة عريب بي بوست وفي مصر هبوط تاريخي للعملة المصرية سعر الصرف الدولار يصل إلى 32 جنيها للمرة الأولى على الإطلاق يواصل الجنيه المصري تراجعه السريع بعد أن وصل الأربعاء الحادي عشر من يناير كانون الثاني 2023 سعر الصرف الدولار إلى 32 جنيها للمرة الأولى على الإطلاق مع توقعات باستمرار هبوط العملة المصرية لمستويات قياسية يأتي ذلك بعد يومين في مصر من توقعات البنوك هناك عندما قال أن تغييرات أسعار الصرف الجنيه المصري في السوق قد تنتهي عند بلوغ الدولار مستوى 30 إلى 35 جنيها على المدى القصير حيث ذكر البنك البريطاني في تقريره أن هذا التراجع عن صرف الجنيه أمام الدولار قد ترافقه زيادات إضافية في أسعار الفائدة خاصة مع وصول العائد في شهادات الادخار إلى 25% زادت تقرير البنك البريطاني أيضاً تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار سيضغط على فاتورة الواردات لكنه قد يعزز من تحويلات المالية المصرية في الخارج للاستفادة من أسعار الصرف كما تابعنا توقع بسبب هذه التغيرات في أسعار الصرف زيادة نسبة التضخم في البلاد إلى متوسط 25% وأن لا يتراجع دون العشرين في المئة حتى العام المقبل يأتي ذلك بعد أيام من إصدار بنكي مصر والأهل المصري شهادات الدخار لأجل عام بعائد يبلو 25% وهو أعلى مستوى مسجل في تاريخ شهادات الادخار